مباراة الامس نطمن بشكل اكبر على الفريق نطمن بشكل اكبر على الروح اللي موجودة في اللاعبين قلبوهم على الفرقة قد ايه هم حابين يشتغلوا جدا مع المدير الفني قد ايه كتيمورك بالشكل كامل كله بيساعد بعضه وكله عايز يعمل حاجة الجمهور النادي الاهلي وده دايما اللي بيبقى الاهم اللقطات اللي احنا شايفينها دي لقطات يعني الاهلي دايما متعود عليها في الحقيقة كل سنة الاهلي بيفوز ببطولة الدوري مفيش جديد بيحصل من سنة الخمسة على التوالي او موسم الخمسة على التوالي الاهلي بطل لبطولة الدوري الممتاز والسنة دي كمان تحديدا بفرق كبير جدا من النقاط على اقرب منافسي نادي الزمالك وده اندال يدل على ان الناس دي بتشتغل صحي جدا والناس دي قد ايه هم عارفين بيعملوا ايه اللي صالح الفرقة والخطوات والاهداف بتبقى محددة ازاي وبتقدر تشتغل عليها وتقدر توصلها اتحققها في الاخر لكن في كل الاحوال حاجة كانت جيدة ورائعة وفي مباراشة هذه كمان تقلق عدد كبير جدا من اللاعبين وابرزهم في الحقيقة محمود عبد المنعم كهرباء كان مميز جدا في مباراة الانبارح بخلاف الناشئين اللي لعبوا بخلاف اللاعبين اللي كانوا بقالهم فترة بلعبوش من مكاسب كمان مباراة الانبارح يعني ان صالح جمعة خد عدد دايق كبير اعتقد لها ما يقرب من 30 دي امبارح بالوقت بضل الضائع فكلها امور جيدة واجابية بالنسبة لنادي الاهلي في مرحلة بتختم خلاص او ختمت بشكل رسمي عقب انتهاء مباراة الامس الكل بيحتفل وكل مبسوط والكل سعيد الاهم بالنسبة لنا الاحتفالات دي تستمر باذن الله باذن الله لبعد يوم 27 من الشهر الجاري نكسب البطولة بتاعة افريقيا لان هي دي البطولة الاهم المين لكل المنظومة مسؤولين جهاز فني لعبين وقابليهم الجمهور الجمهور منتظر بصراحة بطولة دورة ابطال افريقيا ايا كان هتقابل الزمالك ولا الرجاء المواجهة هتبقى صعبة في كل الاحوال لكن انت ماشي بخطة ستة وبشكل تدريجي وتصعودي من حيث المستوى الفني ومن حيث الاداء ومن حيث كل هذه الامور اللي باذن الله تكون دايما في صالح الفرقة الروح عجباني جدا ما بين مستر موسماني واللعبين